اشتركوا في القناة سياسي محنك استطاع بحكمته ان يرسم خطا متميزا في مجالات العلاقات الاخوية بين دول مجلس التعاون من جهة والدول العربية والاسلامية من جهة اخرى اضافة لعلاقات الصداقة مع دول العالم فمجالات التعاون المتنوعة التي صاغها سموه حققت رؤية متكاملة في اسس الانفتاح على العالم من خلال علاقات خليجية وعربية ودولية متماسكة قادرة على رسم حضور مملكة البحرين على خارطة العالم واكتسبت شخصية سموه الملهمة والمؤثرة مكانة مميزة بين ابناء مملكة البحرين والشعب الخليجي والعربي وتجاوزت عطاءات هذه الشخصية حدودها المحلية الى العالمية من خلال جهوده في مجالات التنمية البشرية والمجال الانساني فعلى صعيد العمل الخليجي كانت مواقف سموه وما زالت تتجه في مسار تطوير العلاقات بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل دعوب ومستمر من خلال زياراته ولقاءاته المتبادلة والتي عكست مدى ترابطهم مع سموه وحرصهم على التواصل المستمر تقديرا لمكانته ومسيرته كما ان سمو رئيس الوزراء لا طالما كان داعيا وساعيا لتحقيق السلام وتعزيز القيم ومبادئ التسامح والتعايش كما بذل جهودا واضحة ومستمرة لتحقيق الاهداف التنمية المستدامة فكانت تلك الجهود والمبادرات الكريمة موضع تقدير وترحيب دولي مكانة سمو الأمير خليفة بن سلمان لم يختلف اثنان على تميزها وتألقها فشخصية سموه الاستثنائية حظيت بمحبة الجميع وكلماته الأبوية أنعشت قلوب من يلتف حوله ومبادراته الإنسانية الرائدة عبرت قارات العالم لتنال شخصيته أعجاب الجميع ترجمة نانسي قنقر